ست العميد كان في تصريح لرئيس الإخبارات الفرنسي لفت في الحياة للنظر في هذا اللقاء تحدث عن الخط الأحمر المعلن من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في ليبيا كما تعلم وقال تحديدا أن هذا الخط أو الخط الأحمر المعلن من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في دفع المصار السياسي لتسوية القضية إلى أي مدى نجح إعلان هذا الخط في دفع فعلا مصار التسوية السياسية للقضية هو مسألة أنه نجح الأحداث أثبتت طبعا أنه هو نجح بشكل كامل لكن هو ده التعبير أو هو دوت الإجابة عن الاتزان الاستراتيجي أن مصر تشتغل على الملفات من أجل دفعها إلى الاستقرار ومن أجل الوصول إلى حلول واقعية وحلول سياسية حلول تبعد شبح الحرب والاقتتال والاحتقان وتهاوي الدول إلى صالح بناء الدول وبناء حالة سياسية مستقرة والجانب الفرنسي عندما ذكر هذه النقطة على وجه التحديد لم يكن يجامل مصر الأحداث هي التي صنعت هذا قدر من التقدير لما كنا نتحدث بعد أيام من إطلاق الرئيس المصري لهذا التحذير من مغبة سحب ليبيا إلى مستنقع الفوضى والاقتتال الداخلي بإعلان مجموعة من الخطوط الحمراء وليس خطا أحمر واحدا كي ينقل ليبيا إلى مستقبل أفضل تحدثنا أن هذا خط سلام وخط توافق وخط بدلت ما بعد إعلانه القاهرة الحقيقة كثير من الجهود مع كل الأطراف الليبية ومع كل صناع الحياة السياسية الليبية القادمة كي يكون التآلف والتآخي والوصول إلى مرحلة مراحل التوافق الحقيقة الحمد لله أن الأمر لم يطول وأنه لم يستغرق سوى شهور من بعد اطلاع مصر بهذه المهمة الاستراتيجية في المقام الأول والبعض منه له دوافع في الجوار الجغرافي والروابط التاريخية مع الدولة الليبية والبعض من دوافعه أيضا هو تحقيق معادلة التزان للإقليم كله أقليم شمال الأفريقية كان متأثر بشدة بما كانت تعاني منه ليبيا خلال السنوات الماضية أنا عايزة أستغل وجود حضرتك معي يمكن هناك سؤال يدور في بال الكثير بما أن حضرتك تحدثت عن الحياة السياسية الليبية القادمة أنت تعلم أنه تم أو اكتازوا الليبيين بالأمس نجاح التحدي الأول ربما في منح الثقة للحكومة السؤال الذي يطرح نفسه وربما يدور في بال الكثير ماذا بعد منح الثقة للحكومة الليبية؟ يعني الحكومة الليبية الحالية واللي حازت الثقة بالفعل منذ ساعات منذ يوم أمس والحياة الجميع يهنئ هذه الحكومة ونحن أيضا نقدم لها كل التهاني وكل الأمنيات بالنجاح وبالتوفيق وبالسداد في المرحلة القادمة لأنها هتجابها الحياة مجموعة متنوعة من التحديات أولها التحدي الأمني وإعادة الاستقرار إلى الداخل الليبي تحدي سياسي بالالتزام بكل مخرجات الحوار الوطني الليبي من حيث توقيتات إجراء الانتخابات والعملية السياسية وضع القواعد الدستورية اللازمة الضوابط القانونية لمؤسسات الدولة الليبية أعتقد أن هي أمر مهم وبالغ الأهمية التحدي الاقتصادي يأتي مباشرة ما بعد التحدي الأمني والتشريعي وهو معبرا عن ضرورة وضع إطار جديد لمؤسسات الليبية تقوم بدورها وبمهمتها في الفترة القادمة وتلبي احتياجات المواطنين الليبيين وكنا بنوصل لمرحلة الاستقرار السياسي والأمني ده من أجل أن تقدم مؤسسات الدولة الليبية حياة أفضل للليبيين وهنا مصر الحقيقة في لقاء رئيس الوزراء الليبي مع الرئيس المصري ليبيا كلها استمعت إلى الحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يعلم بأن مصر جاهزة لتقديم كل سبل الدعم من أجل بناء مؤسسات دولة الليبية حديثة تكون أيضا قادرة على مجابة هذه التحديات اللي هتقابل للحكومة خلال الفترة القادمة